أستاذ مهر فرغلي زي ما تذكرنا باحث متخصص في الجماعات الإرهابية وخاصة في إفريقيا وليه العديد من الأبحاث المنشورة والدراسات في العديد من المراكز المحلية والإكليمية في نفس الموضوع أهلا بك أستاذ مهر أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم في التلفزيون المصري اتكلمت حضرتك عن إعادة انتشار الجماعات الإرهابية بقى يعني بقى ليها شكل آخر من الانتشار في أفريقيا حابين نسمع من حضرتك أكتر في الموضوع وإنت المختصة هنا النهاري أهلا بكم برحب بمركزكم المؤقر برحب بسيادتك برحب بسادة ضيوف الكرام العزاء الخبراء في هذه الظاهرة بداية قبل ما أدخل في أو أجاوب على السؤال بتاع حضرتك خليني أستعرض أن في مشكلة عندنا دايما موجودة يعني في حتى في مراكز الدراسات الأوروبية تحديدا هي موجودة في هذه الظاهرة في مناقشة هذه الظاهرة اللي هو الخلل أو خلل في فهمها الظاهرة الإرهابية المعاولمة اللي عابرة للقراء اللي بتواجهنا جميعا أول شيء فيها اللي هو أن دايما اللي حالة لهذه الظاهرة بتكون على شكل مشكل مشكل ديني يعني بيحلوها على الأشكال أخرى على فهم الأوروبيين أو فهم الأفريقة للظاهرة الدينية عندهم ما بيشطوش إن هي أنه عندنا الإرهاب متعلق بالدين بالفكر أكتر وله وهو مستند إلى استنادات فكرية إيدلوجية كبيرة جدا فلما بيجوا أعالجوا هذه الظاهرة ويجوا نقشوها ما بيعتمدوش على الموضوع المتمن الفكري دا والمتمن الديني والاستنادات اللي بيستند إلى الإرهابين نهاردة لما تيجي تشوف مثلا حاجة زي مثلا الداعش والمعارضة وتقسيمات داعش والخلافات حتى داخل تنظيم داعش والأربعة التجاهات اللي هي موجودة جوة داعش في الطيارات فهي هتلاقي موضوع مهور جدا مثل مثل مثالة العزر الجاهل بس مثالة الطيار الحزيمي أو الطيار البنعاني وغيره فده كله يعني مش كل الناس بتفهموا للأسف ولذلك لما بيجوا أعالجوا الظاهرة دا ونقشوها بتبقى فيه مشكلة عندنا كبيرة جدا المشكلة التانية اللي هي نحنا بنشوف الظاهرة الإرهابية اللي بتواجهنا دايما عندنا رؤية قاصرة في موضوع الإخوان المسلمين جماعة الإخوان المسلمين هو بيبعيدوا الإخوان المسلمين عن الموضوع دا يعني بيطلعوا الإخوان بره إطار الجماعات اللي هي مؤسرة أو بتساند أو بتعطي استنادات للإرهابين أو بتكون ماخزن كبير جدا ممكن الإرهابين ياخدوا منه الجماعات المسلحة الإرهابية تاخد منه أشياء يعني أو تجند منه أو تستقطب من خلاب الثالث حاجة اللي هي إن في نقشه دايما طوال الوقت إن ممكن نعمل توأمة ما بين الحداسة أو الديمقراطية مع بعض الجماعات ممكن إحنا نعمل وإن إحنا ممكن ننجح في إن إحنا نخلي هذه التوأمة ما بين الإستام السياسة والحداسة تحصل فمن سامة دا ممكن نعالج الظاهرة الإرهابية دا طبعا موضوع يعني محتاج نقاش طويل جدا تالت حاجة دوافع للإرهاب لأن دوافع الإرهاب عندنا في أفريقيا مثلا مجموعة من الدوافع مختلفة عن الدوافع للإرهاب موجودة بدون فرقاسيا المختلفة عن الدوافع الموجودة في أوروبا على سبيل المثال لكن طوال الوقت هناك تركيز على حالة التهميش والجانب الاختصادي أو الجانب دائما اللي هو بيتكلم عنه ولد السلطوية وإن هناك في العالم العربي هي السبب هذه السلطوية فيه طبعا تضخيم سبب أو دافع على دافع فيه مشاكل كتيرة جدا لما نجي نناقش بقى الموضوع الإرهاب في أفريقيا وهو موضوعنا أو السؤال حضرتك حول الإرهاب وتغير شكله بشكل كبير هلأي أن هناك هناك لآن الإرهاب بينتقل كان قديما إرهاب محلي من هذه الجماعات بينشأ محليا وينهض محليا وتطور محليا وتمدد محليا نهارده قلنا إلى محلة الإرهاب اللي هو بينتقل من المحلية إلى أنه يقاتل خارجيا في جهاد جهاد التضامني يعني بروحة تضامن مع أفلانستان مع الشان بوسنا وينهلسك وبعد كده بننتقل بعد الجهاد التضامني والتشاركي ده ننتقل إلى قتال معاولم إلى ما يسمى الجهاد المعاولم إن أنا بعمل شبكة هذه الشبكة لا مركزية كلها أفرع وأزرع في كل حال عالم ده اللي عمله تنظيم القاعدة وشوفنا بعد كده القاعدة المعاولم ده بيتحول من شبكة لا مركزية باسم القاعدة إلى أسماء متنوعة وواجهات مختلفة لتنظيم القاعدة بنشوف القاعدة باسم عنصر الشريعة بنشوف في مصر باسم عنصر الدين والتوحيد والجهاد بنشوف العراق باسم تاني وبعد كده هنشوف إن القاعدة بيتحول بينتباسك منه بنشوف منه تنظيم أشد منه خطورة على يمين منه وهو تنظيم الدولة الإسلامية تنظيم داعش فإذا دخلنا المرحلة أخرى المرحلة الأخيرة اللي احنا فيها هذه الوقت المهاردة هو التحول إلى التمكين يعني إلى زين هذه الحركات تمكن من الأرض تقيم إمارات مكانة وتقيم دول العمل وتنظيم داعش طبعاً في خطة اللي هي الاستفادة بمناطق التوتر بما يسمى التوحش وإدارة التوحش إزاي أني أصنع توحش وفوضى في مكان وبعد ذلك أنا من خلال هذا الفيلم وسيطر عليه وأعمل وأقيم دولة وأقيم إمارات هندخل في مرحلة ما بعد داعش هندخل في مرحلة فقد الأرض والتحول إلى الخلافة السبرانية أو التحول إلى المجموعات اللامركزية العنقودية وإدارة هذا التوحش والفوضى مرة أخرى والقتال وقتال الإنهاك وقتال إنهاك الدول وعبر هذه المجموعات اللامركزية في عهد أبو إبراهيم القرش اللي هو الزعيم الجديد لتنظيم داعش وبعدين إحنا بدخل في مرحلة أشد خطورة مرحلة بالفكر والإدولوجية بتتطور جدا لدرجة أن داعش الآن يكفر بكل سهولة جدا ممكن جماعة الإخوان نسا نهاردة في بيان لي منزل وكفر النظام السوداني ومكفر كمان الإخوان المسلمين في السودان ومكفر الكراب ومكفر كل حال فهو إذن تطورنا على مستوى الإدولوجيا والفكت وعلى مستوى الحركة نفسها في المقابل إحنا دي الحركات اللي هي بتحاول تغير من فوق يعني هو بيسمي إحنا كخبراء في زرد التغيير الفوق يعني أنه يصل للحكم ويغير من خلال الحكم المجتمع في حركات أخرى وجامعات أخرى وفي القلب منها الإخوان هي شايفة أن التغيير يكون من الأسفل وممكن من فوق وممكن نمزج ما بين الفوق والسفلي عبر النقابات وعبر الدعوة وعبر الاستقباب وغيره فهذه الحركات أيضا تطورت بشكل لا مسئلة له وأصبحت تخنى على ما يسمى الطيار الجديد في الإخوان المستمين وهو طيار النظام بلا تنظيم يعني لن نشهد جماعة الإخوان بشكلها القديم ولا بشكل اللي هو مكتب الإرشاد ولا بشكل النظام اللي هو إحنا كنا نشهده إلى جماعة لها وجهات مختلفة وعبر أن تكون طيار في كل المجتمعات هو ألوية في كل المجتمعات دون أنطورة كتنظيم هتلاقي عبر المستقلين عبر المنشقين عبر الجمعيات عبر تنظيم ميداني عبر أشياء كثيرة جدا خمس أضلع بيعملوا عليها منها من ضمنها ضلع اقتصادي سري تغالين عليهم إذن الأمور أصبحت كظاهرة في معضلات كثيرة جدا وإحنا هنا هنواجه معضلات ثلاث معضلات أو معضلتين المعضلة الأولى معضلة من انتقال الإرهاب من مكان إلى مكان دون أن يوره دي معضلة أمنية ضخمة جدا وإزاي ما أنا عندي لازم يكون عندي قاعدة معلومات إزاي يكون عندي قاعدة معلومات مش على الجماعات بس ولا شجرتها ولكن عن أفكارها ثالثا عن قيادتها عن رمزها عن حركات هذه ناس كي يصفل عليها التنبؤ لما يمكن أن يحدث وده محتاج إلى جهد كبير جدا إلى مراكز مختصة في مسألة الرص رصد المعلومات بهذا الشجل ثانيا مسألة اختراق هذه الجماعات وكيف نفترضها كيف نوجه أفكارها توجيء آخر مسألة احتواء هذه الجماعات والنظريات القديمة لاحتواء جماعة لضرب جماعة أخرى هذه أثبتت فشالها بشكل كبير جدا طيب هيبها دي معضلة الأولى المعضلة الثانية هي معضلة الاستخطاب والتجنيد نهاردة إزاي أن هذه الأمور تطورت عبر العالم الافتراضي عبر التجنيد عبر التمويل عبر العالم الافتراضي إزاي أن أحد من ظاهرة الاستخطاب والتجنيد ثالث حاجة موضوع الاحتواء النهاردة فيه قطة كثيرة جدا لموضوع الاحتواء أو موضوع إدماج هذه العناصر الإرهابية خاصة مسألة العائدين يعني نحن عندنا النهاردة عائدين عادوا من هذه الظاهرة من هذه التنظيمات عائدون وقد حملوا نفس الأفكار لكنهم طرقوا التنظيم ولكنهم يحملون الجينات الفكرية كما هم وعائدين بيحملوا الفكرة وبيحملوا التنظيم ومنتميليها ولا توجد لهم بروفايلات أمنية ثالثا عائدون أو بينتقلوا لماكن جغرافية واخرى بيتحركوا كمقاتلين جوالين وعائدين وقد تركوا الفكرة والتنظيم ودول خلق خليلة جدا إزاي الناس توعى الدول إزاي نعليقهم هناك برامج متنوعة حتى في أوروبا ظهرت زي راموس برنامج راموس في الديمارك أو الحياة في ألمانيا وغيره وعندنا برامج في الأردن برامج في مصر وبرامج في الجزائر في المغرب لكن هل هذه البرامج هتجدي هل هذه البرامج هتفلح دي محتاجة أيضا يعني نقاشات مطولة ليه دا كله الظاهرة يعني أنا نشاهد أن في مشكلة عندنا والإشكالية قائمة كما هي أولا عندنا خاصة في أفريكيا عندنا صراعات متدخلة جدا داخل الدول عندنا يعني صراعات قبلية وصراعات عرقية وغيره ثالثا عندنا خارطة معقدة من التنظيمات المهاربا عندنا تنظيمات متنوعة وبعدها التنظيمات وصلت لمرحلة الأخيرة لموضوع اللي هو الاندماج موضوع الاندماجية يعني بمعنى أن كل أربع جماعات قريبين في تلك أو في غرافيا بينضموا مع بعض زي ما حصل ده في شمال لالي جابة تحرير المسينة مع التوحيد والجهاد مع المرابطين مع غيره عملوا جماعة جديدة جماعة فانصار الدين بقيادة يدغالي ف عندنا جماعات وصلت للحكم مرة أخرى زي الطريبان عندنا دول ما زال تؤوي القيادات القاعدة زي إيران عندنا أماكن فيها ما زال فيها توطر أو لسه الأزمة السياسية قائمة فيها زي ليبيا عندنا مشاكل كثيرة جدا في أفريقيا في غرب أفريقيا ولذلك الإرهاب متصاعد الإرهاب ما زال تقسم عن بعضها دائما وتتشز طوال الوقت وتستفيد بأماكن التوتر وهشاشة المجتمعات خاصة في أفريقيا مشكلتها والتداخل العرقي والقابلي وبعض المشاكل السياسية على هذا عندنا الأزمة لا تزال قائمة الخارطة معقدة جدا في موضوع الإرهاب والخارطة الإيرانيجية تخديدا خاصة النهاردة في التنظيمات القريبة من داعش أو داعش نفسه من خارطة الآن أصبحت على أربع جماعات داعش وليست جماعة واحدة فنحن إذن في صدد يعني مشاهدة نسخ جديدة من داعش وفي صدد مشاهدة نسخ جديدة من القاعدة اللي هي عنده أزمة مع قيادة القيادة المصرية والنهاردة بيضحس عن قيادة بديلة دايما وصواري فإذن نحن أمام نسخ من القاعدة ونسخ داعش ونسخ نسخ جديدة من جماعة الإخوان المسلمين أنشهتها بمعنى نظام بلا تنظيم وجماعة الإخوان المسلمين الجديدة اللي هي في أوروبا بنشهد بعض تجلياتها وتجلياتها في أوروبا لجماعة الإخوان لغاء الوجهات اللي بتحمل اسم الإخوان المسلمين إلى وجهات أخرى بأسماء أخرى وإعلان الانفصال عن تنظيم الإخوان المسلمين زي اتحاد المنظومات الإجتماعية في أوروبا مثلا إلى جماعة بتعمل على حدرتك سؤال يا مهرباك أنا عايز أسأل حدرتك سؤال هي المحاولات دي ومحاولات إعادة يعني أنهم يغيروا ثيابهم سواء جماعات الإخوان في الخارج والنشاطاتها السياسية أو محاولاتها السياسية أو الجماعات الإرهابية أنا بالنسبة لي يعني جماعة الإخوان دخلة من ضمن الجماعات الإرهابية زي ما حضرتك شرح هل التغيير اللي احنا بنشوفه ده دلوقتي يقوي مصطلح الإسلام السياسي ولا يقضي عليه يعني هل مصطلح الإسلام السياسي بقى موجود زي الأول حضرتك شايفه على الساحة يعني هل ينفع حد يرجع يرفع راية الإسلام السياسي تاني ينفع يبقى موجود أصلاً المصطلح ده بعد السنوات القليلة الماضية والعقد الماضي بالأخص ولا حضرتك شايف المصطلح للوقتي إزاي اتكلموا كتير عن هذه المسألة اتكلموا كتير عن أصفيات على ما يسمى مبعد الإسلام السياسي وشؤنا بحسيننا العرب كثير جداً يعني كتبوا في هذه المسألة مسألتنا مبعد الإسلام السياسي لكن أنا صراحة غير مقتنع بهذا الكلام أحترامي لكل من تحدثوا في هذه المسألة الإسلام السياسي هو قائم على نظرية أصلاً فكرية نظرية الوصول للسلطة يعني الإسلامويين بمعنى صحيح هو المجموعة أو الناس اللي هي شايفة ستغير المجتمع عبر الوصول للسلطة عبر إقران السياسة بالإسلام فهو هذه النظرية موجودة فمفيش حقيقة اسمها ما بعد لأنه هو هو هنا مستمر في نفس المصرية هو بيغير شكله بيغير جلده بيغير طريقه يعني يعني إلى إسلام السوق إلى مثلاً ظاهرة الدعاء الجدد على السوشيا اللي النهاردة احنا نشايفين ظاهرة ضخمة جداً وإحنا بدأنا نكتب في موضوع الدعاء السوشيا الميديا النهاردة شايفين النهاردة حتى في الفن في الصقافة عندنا في مصر الإخوان المسلمين في الرياضة كرة القدم غيره شايفين أشكال فنظيم اللي خلونا نسلم موجود بشكل جديد بيخترق هذه الأشياء فإحنا الإسلام السياسي سيظل موجود لأنه قائم على أسس فكرية وهو ده اللي أنا أقولك ده المكمن الديني النهاردة هو قائم على على هدف ديني على تحقيق شيء ديني وهو الوصول للحكم وتطبيق الإسلام الحرفي زي ما هو شيء بشكل معين فهو مهما يغير يزل بشكل معادي أشكال مختلفة فهو مستمر على نفسه الهدف للسراتيجي رغم خلاف الجماعات بينه وبعض كلها ومغزن كبير بيحمل فيه له هدف له هدف واحد فالإسلام السياسي استمر لأن فيه نصوص دينية موجودة هو بيستند لها هل هذه النصوص ستتغير لا لم تتغير مطلقا هي موجودة في كتبنا موجودة في تراصنا صعب جدا أنك تغيريها صعب جدا هو زي عفوا أنا أسفة على المقاطعة هو زي بيطنع الغرب الليبرالي المتفتح بأيديولوجيته دي للوصول للحق مستغلا للدين طريقة خطابه مع الغرب تختلف من طريقة خطابه هنا داخليا ولا بيعملوها ازاي هو عنده حقين مستند لهم في الغرب مستند إلى التقية ومستند إلى الاختراف التقية اللي هو بيعلن أهداف غير أهدافه بيستند إلى القانون الغربي في العمل الليبرالية الغربية بيستند لها والقوانين الحرية اللي هو بتعطيله الحق في إمامة مسجد في عمل جمعية عمل منظمة ولذلك كتلاقي اتحاد المنظمات الإسلامية على الأقل 120 جمعية في أوروبا تتبع اتحاد المنظمات الإسلامية فقط رابطة الإسلامية في بريطانيا على الأقل 40 جمعية بتتبعها في بريطانيا كل ده بيستند إلى موضوع التوقية بيعلن أهداف غير أهدافنا أهداف اجتماعية أهداف توقية أهداف منظمات مجتمع مدني وبيستغل ده في سيطرة على اللاجئيين وغيره نشوف على الجانب الاقتصادي مشاريع اقتصادية بواجهات مختلفة يعني يتكلم على إنه بيزبح لحوم الحلال على الطريقة الإسلامية فبيروح في البرازيل ومسيطر على المراكز الإسلامية في البرازيل أحمد الصيفي وغيره وبعدين بيورد ويصدر هذه اللحوم على إنه بيزبحها طريقة الإسلامية وفي المقابل بيستغل ده التمويل على إنه بيأخذ على كل زبيحة من دولار وبيورد ده حتى الرابطة للعالم الإسلام والدول العربية للعلم يعني احنا هنا بإيزان التقل التاني حدا اللي اختراق أنه بيخترق اللاجئين بيخترق الحوارق أو الشوارق أو المناطق المهمشة في باريس وغيره وفي هذه المناطق بيخترق مقتبقات اللاجئين والمهاجرين بيعمل نفسه كأنه جناح مدافع عن حقوق المسلمين بيعمل مدارس بيعمل بنوك غيره لما بيجد يتكلم مثلا على حاجة زال حجاب بيستغلها في الاختراق يعني هو هو المسألة الهدف عنده مش موضوع الحجاب بقدر ما هو بيقول أنا اللي بدافع عن المسلمين في اللي يلبسوا الحجاب طيب لما بتيجي الدول الغرضية دولة زي فرانسة تقولوا لا احنا دولة بيستغل شعور الأصلية يمهر بك بيستغل شعور الأصلية للمسلمين في أوروبا يعني حضرتك تقول كده طبعا طبعا أوروبا برضو عندها مشكلة من جهة الأليات ومواجهة اللي هما بيسموه التجنيد أو الريكروتمنت لا أنا أقول لحضرتك يعني بيحاولوا يحطوا سياسات في أوروبا لإدماج الجيل التاني والتالت من الشباب بس ما بينجحوش في ده دايما بيروحوا الناحية التانية لا حضرتك يعني بتذكر نقطة مهمة جدا 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 للجانب الأوروبي مش عارفين بتحصل إزاي الأخطر من ده يا فندم هو استغلاله ده واخترافه للمجتمعات المسلمة يعني أنا بضرب مثلا ليه بالحجاب بالمجتمع المبسط هو لما بيجي يعمل كده أو يدافع بيجي يقول لي طيب المسلمين بيروحوا طب هيروحوا فين ما فيه قانون عندهم هيمنحهم من نفس الحجاب فبتفتح الإخوان المسلمين مدارس خاصة بيها فهو بيستغل موضوع الحجاب لفتح مدارس لاحتواء الطلاب المسلمين عشان يجندهم مطلبة وفي سات الوقت ياخد يكسد فلوس من هذه المدارس ما هو عمل ضرب عصفورين بحجر في وقت واحد أنا عدت مع حاكيم فراوي وهو مستشار الرئيس مجتمع هنا في الفاهرة وتنفشت معاه في هذه المسألة وكان عنده عنده خطة طموحة جدا لموضوع ازاي ان هو يعالج هذه المشكلة في فرنسا وانهم يعملوا موضوع التمويل يعملوا جمعية واحدة هذه الجمعية تدير كل الجمعيات تشرب على كل الجمعيات المسلمين الموجودة في فرنسا طب لما جاءوا يعملوا الجمعية دي وقعوا فيه خطر كبير جدا خطر توغل السلفيين فيها والطيار السلفي بدأ يتوغل وانتشر في أوروبا بشكل كبير خاصة في ألمانيا يوازي مثل خطر الإخوان تاني حاجة ان هو سلم هذه الجمعية لقيادات الإخوان دون ان يدري يعني هو قبله مثلا الإمام المسلمين في باريس ما هو اصوله إخوانية وغيره وغيره اصبح الإخوان المسلمين هم اللي بيدروا بجمعية اللي هي بتشرق وتقاوم الإخوان المسلمين وده شي غريب جدا ده صعب جدا فطبعا الاختراق يبا هو بيعتمد الإخوان المسلمين التقية التقية شباب الجيل التالت من المهاجرين سلمة واشرف عبدالغفار هذي الشباب بيدخلوا في الأحزاب الخضر وأحزاب اليسرية وغيره بيتحركوا في أوروبا بشكل كبير جدا وهم متعلمين لغة هذه البلاد وعطين ثقافتها كويس جدا وعندهم سبب عندهم سبب وهو ارتفاع نسبة الزينوفوبيا أو الخوف من الآخر في أوروبا ومن الأحزاب اليمينية بتستخدم خطاب الزينوفوبيا إن هي تكسب الانتخابات طبعا فده بيغزي الشعور بالأقلية طبعا طبعا فجيل ده بيتحرك بنجاح بينتشر جيل خطير جدا من الإخوان المسلمين هذا الجيل التالت الدوق الرموز اللي هو أحمد الراوي وسامير فالح وهذا الجيل القديم عبدالله بن منصور وغيره هذا خلاص جيل رمز لكن بالنهاردة جيل الشباب اللي هو أسامة البناني اللي هو دينا الإخوان في أوروبا وغيره هذا جيل جيل كله من الشباب من الشباب الأوروبيين الأصليين الاختراق والتقية والتواقل عبر المنظمات القانونية إذا نحن قدام صهرة مش بتنتهي ما فيش حاس ما انتهاء الإسلام السياسي أو ما بعد الإسلام السياسي لا إحنا دخلين إلى مرحلة جديدة من الإسلام السياسي موشوك موشوك موشوك